مسيرة الإصلاح الاقتصادي تحتاج إلى الحسم وفق رؤية جديدة من أجل تحديد اتجاه ومسار الاقتصاد الكويتي الذي يعاني من انخفاض إرادات النفط بحسب النواب الرؤية الحكومية تعتبر وثيقة الإصلاح الاقتصادي مفتاح الحل لسياسة مالية ثابتة بعيدة المدى تعالج الكثير من الاختلالات الاقتصادية الحالية بلميزانية العامة الوثيقة قدمت في المجلس الماضي وتعرضت للانتقادات النيابية منذ بدايتها الأمر الذي حدا بالحكومة لمراجعة بنوت الوثيقة وإلى الآن لم تعد تعديلاتها عليها النائب محمد الدلال أكد استجوابه لوزير المالية نائف الحجرف إن لم تصل الوثيقة في الموعد المتفق عليه وهو المقرر أن يناقشها مجلس الأمة في جلسة السادس من مارس المقبل الحكومة ما كانت حريصة نتعرض الوثيقة على المجلس مع أن طالبنا فيها من بداية المجلس شهر 12 2016 وإلى يومنا هذا إلى أن مارس دوري بأن إذا لم تعرض الوثيقة في تاريخ عشرين يعني شهرين من وجية الوزير الجديد اللي هو الأخ الفاضل دكتور نائف الحجرف سأسائل ففي الجلسة الماضية في مجلس الأمة ونظراً لوجود عطل اللي هو العياد الوطنية وغيرها قالوا يا أخ محمد بدالة العشرين تسير ستة مارس راح يكون الموعد اللي راح نبحث الموضوع وبالتالي هو تأجيل سبوع فقط أو عشر تأيام نبحث موضوع الوثيقة ورح يوني يعرضون الوثيقة إذا ما عرضوها بعد ذلك يعني سنكون في حل من الاتفاق اللي تم داخل ربطة عبدالله سالم رفاهية المواطن واستدامة مكتسباته تأتي على رأس الأولويات النيابية وهو ما يشدد عليه الأعضاء في أي رؤية للإصلاح الاقتصادي الوثيقة الجديدة وفور وصولها للمجلس ستكون تحت مجهر الأعضاء مما يتسق مع الطموح بتحقيق اقتصاد متنوع يحقق التنمية ولا يثقل كاهل المواطن ليترفز المجلس طارق السهو اشتركوا في القناة